إزاي نحقق يعني مصالحنا كدولة وإزاي دايما يعني نحتفظ بقوة مصر ومكانة مصر والريادة بتاعت مصر في هذه المنطقة ودي حاجة مش كلام الموضوع ده مش كلام تعبير ولا إنشة ده واقع حقيقي مصر ليها ثقة المعين ومهما كانت أزماتنا ويعني تعثرنا في بعض الأحيان بتظل لمصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وبيتعمل حساب تأثيراتها وبالتالي بنبقى حرسين جدا كل الحرس في قراراتنا في خضم الأحداث الرهيبة والتصارع القوة اللي حضراتكم شايفانها إزاي نوازن وإن إحنا ناخد القرار اللي يحقق الصالح العام وحماية أمن مصر القومي حماية أمن مصر القومي ده شيء مهم جدا 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 لأن أي إجراء بناخده عشان لازم نبقى عارفين كويس قوي إن إحنا هدفنا المصلحة العامة لمصر ولكن في نفس الوقت لازم نبقى أيسين رد فعل القوى العظمة وتدعيات هذا الكلام على الإقليم اللي إحنا موجودين فيه عشان نبقى واخدين بالنا إن أي قرار بيتاخد بيتاخد بهذا المنطق لأن أحيانا بنسمع بعض الأخبار لأ لازم ناخد إجراءات بطريقة معينة وما ينفعش إن إحنا نسكت على تجاوزات بعض الدول في ملفات بعينها ويعني نتكلم بقى لو حنتكلم في قضايا زي المياه وكلام ده كله بتبقى دي لي حسابات كبيرة جداً لأي رد فعل ده ما بيبقاش النهاية ده بيبقى بداية لو إحنا بناخد أي إجراءات يعني فيها نوع من الحدية ده ما بيبقاش نهاية ده بيبقى بداية يعني فترات طويلة جداً لازم نبقى حاسبين كل خطوة حناخدها حتبقى تدعياتها إيه فبالتالي بيبقى القرار اللي بيتاخد في إطار سيناريوهات كتيرة جداً بنحسبها أهم شيء زي ما بنقول الحفاظ على مصالح الدولة المصرية والأهم كمان إن مهما حصل من خلافات لازم نبقى سياسة حسن الجوار مع الدول دي لإن إحنا في الآخر ما نقدرش ننسالخ عن الدول اللي إحنا كلنا موجودين في محطها